رحات على غاديو بيت وكي ما نقوله لنمش خبر لنمش تسليط عليها على الأقل خلينا نفهم وإحنا منش لنا في منش محكمة ومنش بش نحكمه لكن على الأقل خلينا نفهم شنية أهمية الخبر هذا وتأثيره في الساحة القضائية نعرفه إحنا القضائي نعرفه إحنا نركزه على البرلمان بصفته السلطة تشريعية ونركزه على الرئيس الجمهورية والحكومة ورئيسها بصفتهم سلطة تنفيذية لكن زيادة فهمة سلطة أخرى اللي هي السلطة قضائية قايمة بذيتها وسلطة تقريبا عندها علاقة مباشرة بالشعب عندها مباشرة بالشعب عندها علاقة مباشرة بالاقتصاد عندها علاقة مباشرة بالاستثمار عندها علاقة مباشرة بحياة المواطن بصفة عامة وبسير زيادة دولي بالدولة الخبر هو كان البارحة بلاغ مهم بإمضاء مجلس القضاء العدلي القاضية ملكة المزاري وشنو يقول البلير قرر مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأدي بتاريخ اليوم اللي هون يحكي على البارحة بتبيع الموافق لـ 13 جوليا 2021 إيقاف القاضي السيد البشير العاكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحالل ملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء قرار كبير وبلاغ مهم ويسوفيان يمكن يعطينا الحيثيات القانونية خاصة في بلاغ في قرار قضائي في استعمال مثلا كلمة فورا البلاغ القضائي معناها يقول وأنه رفعة الحصانة قضائية عن القاضي بشير العاكرمي ليهو كان أكيد جمهورية تونس واحد وكذلك في قطب مكافحة الإلهاب وموجود متعهد بعديد القضايا وبالتالي الحاجة الأولى اللي يلجم يخرها القاسي والداني هو أنه مجلس القضاء العدلي أو المجلس أعلى القضاء اللي هو متكون من أربع مجلس يعني قضاء عدلي قضاء إداري وقضاء مالي وكذلك جمعية مختلف المجلس واللي فيه اختصاصات عديدة واللي هو له السلطة الولائية وسلطة الضبط في منخص كل القضاء رفع الحصانة على البشير العاكرمي وأحالة فورا يعني كيقولوا فورا قانونيا ما أنا يسمى حالة تأكد في هذه المسألة يمكن حالة فورية تتبحر من لدن النيابة العمومية إجراءات أخرى نجم تكون تحضير صفرت نجم تكون إيقاف نجم تكون حاجات أخرى ما نعرف حد شيء لكن نعفو اللي البشير العاكرمي هو متهم بالتواطف في قضايا إرهابية خاصة بملفات شهيد شكري أبو العيد والشهيد محمد البراهمي أنا أول حاجة جاءت البري كي قلت هذية ونعرف شو قاد يسير في الكواليش ومن سأل القضاء قلت شكري حي والقضاء التومسي مثل وقف يعني هذية اللي موجود السيد البشير العاكرمي هائثة دفاع من الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي خلت في جوان تقريب كانت تذكره وتهمت فيه التفاقد العامة بوزالة العدل بالتسطر حول سيد البشير العاكرمي في قطب قضية مناها الهاب يقولون بشير العاكرمي متهم بأنه متسطر على ستة الاف ومتين وثمانين وستين ملف الهابي ولفو تلاثمية وستين قضية الهابية وكذلك هدد مجلس القضاء العدلي وهذا ثابت عندهم وموجود حتى عندهم قضاء العدلي حاجة أخرى وأنه جيبه جيبه قبل بأشرة كانت تذكر قضية البلعذي اللي استعمل السلاح لاختيار الشاهدين والسلاح هذا تم فيما بعد معناها رميو في البحر في تونس في جهيد سان جومان والحماية المدنية تكفرت بإذن قضاء بين جبدة المسدسة ذك والبشير العاكرمي محبش يسمع البلعذي أو غيره دونك اللي عاشناه هو اختلاف بين البشير العاكرمي كذلك وستايب راسد اللي هو رئيس لهم لمحكمة التعكيم وبدأت التهم جيزافا واحد يقوله أنت متورد في الالهاب وله يقول أنت متورد في قضاء فساد الأكيد وأن المسر أعلى للقضاء خذاء موقف وموقف كان حاسم وكان حاسم ونجم ونعتبر وأن بعض الناس وبعض المراقبين يقولوا استفاقة القضاء التونسي ومهما صار في القضاء التونسي هو ديما واقف وديما موجود وآدات ضبط أساسية حتى حد ما يخوض في شأن الداخل القضاء لأنه النيابة العمومية تكريفها بالبحث هذا ليس قاعد تحقيق كلفة النيابة لو ثم اختلاف وضيفنا بشي كلمان سعب ستين مسعودي ينجم يفصلنا زيادة هذية وكلمة استعمال فورا ورفع الحسانة والتتبوعات معناها ينجم تقول زلجال كبير جدا وقع خاصة وأنه نعفو اللي حابو يدخلو بعض السياسيين في المسألة تم ضغوطات عن مسألة القضاء مسألة القضاء لا سلطان علي كما القضاء إلا القانون بعد الفاصل خلن نيخذو هذي فنا نزيدو نحكيو أكثر على الموضوع هذا ورجعينا معكم في البرمتا مح ورجعي انجيور en انформاتيك وتليكمنكسي وشدت IT Business School ينسي لك اوبرتك 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 IT Business School plus proche de vous que jamais Infoline 71 233 777 كي قولك المثالية شنو أتعني لك فضائت منتزة دروس راقية إطار تربوي professionnel et passion المدارس المثالية في قليبي ومنزل بوزلفة تصنع الفرق وانتي تفرق سجل الان وثمين Infoline 98 749 401 رجعناكم في البرايب تايم لكي تساولات كبيرة على الموضوع ذا خف القاضي البشير العاكم على العمل ويحاة ملف لنيابة العمومية حتى جولية تنصية رينيهم خذيو الموضوع ذا فيه برشة نقاط الموضوع معظم هو باكيد بعد تقرير تفاقدية وزارة العدل لهيئة الدفاع عن شهدان شكري بعيد ومحمد براهمي كانت انتقلت في نشرته حتى منظمة أنها يقض مع أنت ركز تعليه بش نخذيكم نقاط وبش نقول النقطة بش نضيف لها كلمة شبهة لأنه في الأخر هي مازالت الاتهامات ومازالت ما هيش النجم يقوله ما تحكمش فيها وكي المسئلة ذيك تخص القضاء نحن نقوله فما من النقاط التي تم تدولها في التقرير ومنظمة أنها يقض شبهة استغلال الضابط العدلية والقطب القضائي لمكافحة الأرهاب والقطب القضائي المالي بحكم شرافحة القانوني لتلفيق التهم لكل من يعاده أو يخالفه اهمال الأدلة والشهادات شبهة اهمال الأدلة والشهادات التي تدين متهمين بقضايا إرهابية شبهة التغافل عن بعض المتورطين في القضية اغتيال الشهدان شكري بعيد ومحمد البراهبي على غدار عمر البلعزي شبهة اخفاء محاضر بحث تحتوي على اعترافات وشهادات في قضية اغتيال الشهدان واخفاء وشبهة اخفاء اختبارات فنية وأخيرا شبهة حفظ العديد من الملفات المحتوية على التجاوزات وخروقات كانت قد أقرت الدوائر المجتمع لمحكمة التعقيب سبغتها الإرهابية دون سند قانوني هذه الشبهات الكبيرة ما تنجمش تكون شبهة عادية متعلقة بيخاضي في المنصب وحنا ناخذ واحد من نجم يقوله من الرجال القانون معروفين في تونس ولي عنده علاقة مباشرة بالمحاكم وبالقوضات وأكيد مطلع على الملف الأستاذ عبدالستار المسعودي أستاذ صباح النور مرحبا بيك صباح النور وفي جميع المجتمعين مرحبا يا سيد مرحبا مرحبا أستاذ أستاذ المجلس الأعلى للقضاء في بيان ناجم يقوله سابقا سميه سوفيان بن فرحات زلزيل يقرر إيقاف القاضي السيد البشير العاكمي عن العمل ويحل ملف فورا إلى النيابة العمومية لو كانت حطنا في الإطار القانوني للبلغة هو في الواقع عن التوانسات الرأي سوفيان لكن نصف الزلزيل لأنه نعتقد أنه منتع إليه المجلس القضاء العدلي المنتصب لتأذيب في 13 جويل ويجبارح من إيقاف القاضي بشير العاكمي عن العمل في انتظار البدء في الجرائم المنسوبة إليه وحالة ملف النيابة العمومية هذا يوافق تطبيقا حرفيا لمنطوك فقرة 2.66 من القانون سياسي المجلس ما الفقرة السنين هذه بإراء البعض من شراح القانون أن سيعة النص جاءت مقيدة المجلس يتخليه يميز بين حالة الخطاء التأذيب المجرد من كل جنحة أو جناية ولا بيخول للمجلس تسليط عقوبة تأذيبية ملائمة حسب العقوبات المنصوص عليها بالقانون المنصف القضاء العدلي أو ارتكاب جناية يحال من أزل نعتقد في ذلك لا يكون للمجلس غير إيقاف المعني بالأمر عن العمل وإحالته القضاء وإن كنت شخصياً أرى أن هناك وحدة واندماج بين الخطاء المهني الموجب للتأذيب والخطاء الجزائي الموجب للتتبع هذا في نطاق في سوفيان يعرف الفوتا النيجاتي وتكون هناك وحدة متكاملة ما نجمش تكون هناك خطاء صناعي ثم هو خطاء جزائي معناها معناها ما ندمجين الرأي أعتقد أنه الخطاء الفادح للقاضي يستوجب عندي برأي العزل أولاً ثم هي حالة الملف على القضاء لأن هذا القرار يعاد إخلاقي وديونتولوجي حماية للسلك ونعتقد أنه القضاء هنا المجلس قضاء العدلي قص معناها كما تقول البوران دو معناها بعض الضغط متع المعركة التي قامت بها إلى هيئة الدفاع عن الشهيدين واللي أنا عضو فيها وهذا يسمى تتويج ربما بالنسبة نعتقد لهذه الهيئة التي قامت بعمل جبار وكبير وهذا معركة دامت أكثر من ست سنوات فيه معناها شكايات مودة على تفقدية والتفقدية تسطرت في بعض الأحيان ثم فتحت البحث ثم وحيل هذا الملف شاهدت قبل وزير العدل قبل يقالت تقريب بساعة أو بعض الوقت لو لم يرسل هذا الملف إلى مجلس قضاء العدي لما كان هذا القرار نعتقد تاريخي في حد ذاته لأن المعركة كانت معركة تبدو سياسية أكثر وقضائية وهناك من هو يحمي القاضي العكرم من ناحية السياسية نهضى وهذا كل وطر الشكرية منتاعه هو من يحميه فيه ثم كذلك الجمعية التي تناصره ضد معناها الرئيس الأول لمحكمة التعطيب ومن المفارقات العجيبة أن نلقى وأنه كيف أن الجمعية أنها تعلم وكل الخرقات التي تمت في هذه الملفات العديدة والعديدة جدا من ملف الشهيد شكري بالعيد وذكرت زيش أنه المتهم الرئيسي للنفس السلاح تم استعماله في قتل الشهيد بالعيد ثم البرامي وتم إخفاء تلك الوثائق والبحث في العديد من المسائل التي طلب منه من طرف هاية الدفاع عن الشهيد عن الشهيدين ثم كذلك محكمة التعقيب عندما أصدرت قرار بإبقاء القرار في توجيه تهم وعادت الملف للبحث في العديد من النقاط القانونية لكنه أشح بوجه عن ذلك وكان ذلك متعملا وهو يعلم علم اليقين لأنه كان قاضي التحقيق في مكتب الصوتاج ثم تحول مكافأة له بعد كل ذلك تلك الجرائم المقترفة أصبح وسيل جمهورية بطم طميمه والخطاء ربما نعتقد أنه يتجاوز حتى ربما شخصه لأنه مش معقول في منظومة قانونية أنه تلقى عندك خلقنا مهيئة قطب قضاء مالي ثم قطب قضاء الإرهاب وطلقها وكيل جمهورية يمظر معناه وحيد هو الذي الكواف معناها القضاء العدلي ثم الإرهاب والمجلس القضاء المالي وبالتالي كان بالإمكان أنه يكون هناك وكيل جمهورية بالنسبة للإرهاب معناها من القطب الإرهابي وكيل جمهورية مستقل بذاته في قراراته في القطب المالي ويكون وكيل جمهورية في محكمة ممتازة معناها محكمة تونس الابتدائية والتعاد معناها ممتازة جدا باعتبار وأن كل ربما القضايا التي لها علاقة بالسياسة والعلاقة حتى منظورها في العالم معناها القضاء العالمي أنها تخضع إلى الوكالة الجمهورية بتونس محكمة تونس الابتدائية التي قلت عاد معناها كمحكمة ممتازة وبالتالي أعتقد أن المجلس القضاء العدلي هنا المنتصب في التأديب في تاريخ كانت تحت الضغط ومعناها وأن هيئة الدفاع كما شفت أن كانت عازم على تدويل هذا الملف وأن ستعتصم أمام مجلس القضاء العدلي بإجبارها على إخراج معناها مثل معناها هذا القرار القرار هذا سيكون معناها على المحك أمام أنظار القضاء من يبل الأومية حتما ستحيل هذا الملف على قضي تحقيق مخصص في محكمة الاتدائية بتونس وهذا قضي التحقيق هو الذي سيكون له المفاتيح هذا الملف في خصوص البحث والإحالة أو الحفظ وتكون المحاكمة بعد ذلك والمشوار سيكون طويل والمعركة لازالت معناها في بدايتها نعتقد أنه ستدوم أكثر من سنة وسنتين سننتظر معناها مع هذه الكورونا حتى ربي معناها خرجنا منها نعتقد أنه ما زال الشوت معناها أمامنا ننتظر في خصوص الإحالة الملف لني بالأومية سعاد سعاد ستار المسعود ينذكر عنك أنت محامي مختصر مسائل الجزائية وعندك اقتصاص مستغر بتاعك واننا فهذا ريدا بالحق له وكذلك عضو في هيئة الدفاع الشهيدين حسب لك نيابة العمومية الآن مقيدة أم لها اختيار نيابة العمومية ليست ليست الأخيار بعد هذا الملف هي ستنظر في الإحالة ستحيل وتعهد عن الجيئة القضائية المختصة لأنها أصبحت جرائم وجنايات هذه من تبليس جرائم تبليس و جرائم معناها مسكوة من المدلس وغير وهذه من الجرائم والقانون من الإجراءات الجزائية توجب على نيابة العمومية أن تعهد قاضي التحقيق هنا قاضي التحقيق هو الذي سيكون الحجر التزاوية وهذا هو الذي سيكون الرجل الذي سيقضي وسينظر في هذا الملف وكل الأنظار ستتجاه إلى من سيكون ونحن نعرفهم معناها القضاء نعرفوه أن هذا موالي وهذا غير موالي نعتقد أن هناك من القضاءات الشرفية موجودين في المحكمة الاجتدائية في القضاءات التحقيق ومعناها قد مارس عليهم ممارسات معناها رهيبة بشير العكمي في زمن عندما كان وكيل جمهورية لكن هناك قضاءات منهم حتى تعاقبوا حتى خرجوا من القطب للإرهاب ومعناها أعطوهم منصب آخر للتقاء بين ذفرين من شر ومن استقلاليته أنه يكون قادي قادي شريف وقادي لا يقضي إلا بظميره ولا يقضي إلا بالقانون عبسر مسعودي أنت نعفوك خدمت مع الأستاذ الملحوم عبدالرحمن الهيلة وتعلمت عليه الكثير والهيلة مرعب رهيبة داخل افتتاح السنة القضائية وقالوا تدخل سدعها بيش يدخل الهائة الوطن المحامين وقالوا القضاء له جناحين هو القضاء وكذلك المحامين هل أنت كمحامين يوم نجم نقوله مستبشر وإلا عندك حظ وفر ولا ضئيل من خلينا نقوله التفائل أو متشاب في قضية الحال لا لا في قضية الحال أنا متوقع ما دام هناك هي الدفاع محامين أفضاد ورجال مش تحية الشكر نجم نقول عمل جبار لأنه العمل اللي يعملوا فيه كانت نيابة العومية اللي يكون به معناها تقمصوا الدور متاع الأبحاث والبحث والمحاضر وجمعة الملف إلى ملف وربط هذا بذلك هذي كان الدور النيابة العومية وهذي مش بالمزي متاع الدور النيابة العومية لكن النيابة العومية عندما قصرت ومعناها عندما قام بتخطيط معناها التغطية على العديد من المجرمين في هذه الملفات تقلوكم وانا يشفتو في الاختبار لو تقرأهم في همية طفحة أنا قريت في همية طفحة صدقني أنه معناها عند جيس الكوشة عريرة وتصاب تلوث فكري تقول أنت هذي زعمة في بلاد من بعد تقريب معناها اللي عرفناها في وقت بورديبة عرفناها في الوقت هذا في كرن 21 قاعد ينج من يعمل هذا في بلاد ونجب تفرج فيه معناها من قضاء من محامل من أسليك أخرى شعب يتفرج ومعناها يقول لك معناها المقولة متاحهم الشهيرة إذا كان عندك حاجة برا للقضاء والقضاء المستقل هو معناها وين كانوا معناها النظويين والإخوان معناها كانوا معناها يتشبقوا به هو كان لأنه بالنسبة للمهم فضل منيب بالنسبة إلى جميع القضايا التي كانت ترفع ضد أي كان أي شخص منهم وبالتالي نعتقد أنه عندما تكتمل الصورة تقرأ تفهم أنه بشير العكمي مش أجر ما في حق القضاء أجر ما في حق الشعب هذا بكامله وأنه نقول غمى اليوم تنحات معناها تنحات شوكة تنحات إنه معناها في القضاء وهذا موشكة كان بسهل وهذا كانت معركة كبيرة والناس حطت فيها وقتها ومخها ودمها وضربته وذكر وقلي اعتصام في مكتبه هو أحفظ ولا حيل وتم حالة مجموعة من الزملاء الشرفاء على التحقيق وهذا كل قالوا ما ينشفش نوخره وهذا سمى سوف لن يثنين عن مواصلة هذا العمل والعمل كان معناها في نهاية المطاف وقت شرته معناها الكونفرانس اللي عملوها معناها بشركة تأخذها ونسخة معناها لقينا نسخة من التقرير متاع التفاقدية اللي معناها رئيس المجلس القضاء العدلي العظام تأخذها الخمساش ما يعرفوش ما يقرأوش ما يقرأوش عليه من نسخة يقرأوه معناها بالصوت وتكمل معناها يتمكن معناها هيئة الدفاع من بالستجدبر معناها نسخة من هذا وهذا يخسب لله والتاريخ لله هذي هذه الدفاع العظمية تكون عندها في قدم الأيام زائدة من زائدة معناها نوضح استجد معناها مليو قضاء ممكن هذه موجودة فكل شكرا وكل واحد هيئة نشكروه نشكروه كنت زائدة أستاذ عبستار المرحب المسعودية المختص في القانون والأستاذ المحامي على كل توضيحات هذه أكيد ملف هذه النجمة نقطة الانطلاق تقريبا في ملف آخر لكي نعرف الساحة القضائية التونسية والساحة السياسية التونسية والساحة الإعلامية التونسية أكيد لكي نتابعوه وكي نتابعوه من تونس ومن خارج وين لكي نمشي القضية هذه تم حالتها القضاء وشوف ولهن كل واحد لازم ياخذ حقه وكل واحد لازم إذا كان غلط لازم يتعاقب إذا كان متجاوز الصلاحيات لازم يتحاسب وإذا كان عنده الحق هذا القانون ينصف واضح وكي قلت قبيلا معاذ القضاء عنده جانب اقتصادي جانب اجتماعي جانب تعاون دولي وجانب كذلك حماية الحريات وهو كذلك يحمي الأرملة ويحمي اليتيم اليوم لسف شديد نحن كصحافيين ننقل الصحافة الدولية يوميا نقل مقالات عديدة في جونافريك في الموند في جارو في المساجر وفي إيطاليا وغيره على القضية هذه معناها القضية كي هذه كي تقعد بلوكيوس مساكل لا يتأثر حتى على التعاملات لأننا يرجع العمال بش نجي لبلاد معين نشوف نو نزام هالقضائي عندي شي ضمانات عندي شي إمكانية بش نعمل تحكيم عندي شي إمكانيات بش نظلم إذا كانت انتظامتوا لغيره ان شاء الله القضاء التونسي بلأ يتعافى وخاصة ماذا بينا كافة سياسيين بكافة تلويناتهم أرفعيتكم عن القضاء دستور المهلية التونسية يحكي على السلطة القضائية والسلطة القضائية لا سلطانة على القضاء إلا القانون ما سمش حتى قبل المثال يقولوا الماجيسترا سوبرام لتتولار غير ماجيسترا سوبرام لأنه للجمهورية كانت تلعس عن القضاء الآن لا وأنا تذكر وقت يبتلكم كتاب متعسي الخسخوسي وخريت المداخل امتاع لعملها في مدرس النواب لكن وقت عملها وقت بالعلي ويقول معناها يلزم لا يسمعاتش تلعس بسأل القضاء الخسخوسي اللي هو مناظر من الأمدياس وهو مفكر كبير ما رأي كبيرة جدا عبسال مشعولي لنعفهم الصغرة لنك بالنسبة لهم هما ناس اللي يقول لك اليوم ملش قضاء العدل اللي تم تهديده في قضية الحاضرة ونحن خطرته ذو شبه من شو دخلوا في التفاصيل لكن القضاء سيتعهد بكل المسائل ومسي قضاء العدلي للبيت رب يحميه وان شاء الله تنسي تعافه وكما قالت ام معاذ يخويا ليعمل مسقالة ذرة خيرا واضح واضح راجلين معكم شوية اخر في اخر رفاق قراتنا غنية وحكاية راجلين في البرايب دايما